السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم على Graph Analysis Graph Analysis يعني تحليل رسم البياني يعني رسم البياني اللي هنشوف دروقتي انواعه التخطيط والكلام ده مخطط المرسوم وهكذا هنشوف دروقتي ايه لازمة التحليل بشكل ده كله حيبان دروقتي ان شاء الله لالشارت الرسومات دي او المخططات دي يعني اداة ترى وفعالة اداة بصرية فعالة اللي بجابة لانها تدسيبليل large amount of information quickly and easily بتطلع يعني بتشرح لنا معلومات او توضح لنا معلومات المفروض انها كثيرة وضخمة بشكل easy وكوكلي سهل وسريع طيب what are graphs used why are graphs used ايه بتستخدم بتستخدم بتوضح الاتجاهات والعلاقات والمقارنات بطريقة واضحة طبعا هو يقصد طبعا عندنا معلومات سواء زيادة في المنتجات زيادة في الطلب عندنا طلاب سنة كذا وطلاب المرحلة اول وطلاب المرحلة الثانية مالهم ديلا زيادين في سنة التسعين ديلا نقصين في سنة ألفين وطلاب المرحلة كل ما نتقدم في السلايد سنفهم أكثر what are the common types of graphs types of graphs أنواع المخططات بار و باي و لين و ديلا برضو هنفهمهم أكثر لما نشوف المنظر ده ده واضح جدا أنت بار تشارت على شكل أعمد عشان كلمة بار أصلا معناها قالب أو عمود بالشكل ده بار فهي اسمها على مسمع بار تشارت و ده لين شارت عشان مخطط ليه الخطوط اللي انتوا شايفين الخطوط دي اللي انتوا شايفينها مش أعمدة ولا أسطوانات يسموه لين شارت و دي طبعا واضح جدا انها باي تشارت باي طبعا فطيرة هو يقصد طبعا الشكل الدائري عشان شكل الفطيرة باي تشارت يبقى عنده البار تشارت العمودي واللين تشارت الخطوط و الباي تشارت اللي هو الدائري نبدأ بالباي تشارت الباي تشارت طبعا يعني يعتبر أبسطهم و ده الباي تشارت يوزد تو شو يوزد تو شو بيظهر البرسنتجز البارسنتجز هي النسبة المقاوية زي ما انت شايل المبيعات عندهم باي تشارت نسبة المبيعات و اللون نسبة المبيعات المقارنة الي ابقى لأي webpage ب Kill ролi anych و اريدت المبيعات نسبة المشتروات نسبة الموظفين عن طريق الأعوام وهكذا يبقى اعملها بالشكل ده اضع هنا المقياس بتاعي وهنا دلالة اللون عليها تمام واضحة يعني اللون هنا وده اللون ده وشايفين واضح جدا البلو كبير والاصفر تقريبا اصغر واحد فيهم وبعكذا الرمادي وهكذا طيب ندخل على البارد شورت البارد شورت بقى مش احسن حالة في البارد شورت لا احسن حالة البارد شورت في الكمباريسن في المقارنات البارد شورت مقارنات احنا اكتر حالة كنت استخدمها او سوفنا عينها كطلاب هي البارد شورت البارد شورت يعني بقارن بين دولة الفلانية والدولة العلانية في كذا في سنة كذا وسنة كذا هنا مثلا بقارن بين سنة اولة وسنة تانية ومش عارفوا القرابة بتاع في سنة عشرين سنة 21 و سنة 22 رأي بجاء هنا رأي العمود هنا جايب اللون دلالة اللون مع السنة ده اللون بتاع 2020 ده اللون بتاع 21 ده اللون بتاع 22 و رأي النسبة هنا جايب 90 مثلا اللون ده وهنا جايب 80 وهنا جايب ايه 1.5 بين السبعين والثمانين رأي اللون هنا مثلا كان نازل لحد 2070 وهنا طالع لحد كام فوق التسعين تقريبا وهنا مثلا جايب ايه جايب فوق الثمانين فالمقارنة بين ESPA اللي هي 1 1 و ESP 2 أو 2 تمام و التكنيكال ريبورت و التقرير الكتاب هنا الفني واضحة يعني انا كده بقارنة يعني انا بقارنة بين السنة دي والسنة دي لمسلا اللون ده المراحل الدراسية دي واضح جدا مين سنة كام سنة 2022 سنة 2022 دي هنا وهنا وهنا خلاص يبقى المقارنة واضحة اقدر اقارن بين الاعوام واقدر اقارن بين ايه الاشياء سنة هذا المعارنة بقى النظام الخطوط ؟ سنة كثيرا في حدات التيك توك واليوتيوب والفيسبوك لو عايز يشوف المشاهدين بتاعت القناة بتاعتك زي دين جلين التطور او الانماء او النماء بتاعت القناة بتاعتك او بتاع اي حاجة شوف هنا مثلا يونيتد اس تيتس الولايات المتحدة وهنا تشينا وهنا انديا الانديا اللي هو معدل البناء مثلا الابني اللي بيبنوها مثلا انديا او او تماما وهنا كانت نازل اينديا وانsem او 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 وهنا او مثلا تلك كوب الاديوان نصدم او 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 arran وان refined على حسبك لو كانت 2016 تحت و كانت او 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 في 2017 كانت او geschafft و blendedبى اني او بقارن المخطط ده. طبعا مش هتنفع معي الدايرة اللي مش هكود اعوج فيها وعريجوها مش هعرف. ولا حينفع معي البر. هعملها ازاي? تبقى صعبها جوي يعني. طبعا يبقى هو الخطوط دي هي لا قدر اطلع وانزل بها. فهي فعلا حلوة او مناسبة جدا للديفلوبمنت. يبقى انا عندي لديفلوبمنت لوقت وشو ديفلوبمنت. يظهر التطور او الانماء او يعني زيادة ونقصة. وعندي البار تشارت ده للكمباريزن واضح جدا مقارنة. وعندي الباي تشارت دي ليه البرسنتجز ليه النسبة الماوية. تمام? باي بار كومباريزن لاين ديفلوبمنت. طيب. بعد كده النموذج اللي ترى الفرق. ترى الفرق بين الجراف هنا. وبين الكتابة. ترى سبحان الله. يعني اي حد يعني عرف يعمل ده. يبقى كده لخاص له كل الكلام ده. ترى؟ يعني هنا يتكلم عن بلاستيك ايتمز. ديومونيت. اوشين. يعني البلاستيك. الحالات البلاستيك طبعا هي الخربة الدنيا في القمامة في المحيط. وجايب لك بقى النوعية النوعية. القربج نفسه. الباكس. البوتيلز. يعني الحقائب. شنط يعني كياس. البوتيلز. الزجاجات. الكنتينرز. الحاويات. الروبرز. الاغنفاء. وهكذا يبقى يعني كله. السيكروب. الفلاشنج ايتم. والبلسيك. والكاب. والاندسترال باكتابة. والغلاس بطل. والدرنكي. وديبقى النزوان. واضح جدا طبعا. النسب زي ما انتوا شايفين. من الكتير و من الكليل. بزنة نزاعد. طيب. شو بقى لما يحب يكتب اللي بقى التقرير اللي بكتبه سايا. بالأقصار. المعند نوع بار شارت. واضح. واضح. اللي بتلوث المحيطات. من اللي شارت. بقى واضح جدا. بقى الغلاس تقريد. اللي بقى الغلاس تقريد. اللي هي الباغ او شنط البلاستيك وبعد كده البوتلز كونتيني يعني شغال يشرح لك اهو البلاستيك باز 14 اللي 11 اللي هي البلاستيك بوتلز تمام بعد كده جالك بقى يفصل لك الكلام ويقول لك زادت نقصة which can include the plastic as well as include food container and the country which come in the third position طبعا هنا بيعلمك وليسا الموضو ده حيجي دروقتي ايه التعبيرات اللي انكن تقول عشان تشرح تشرح افرض في الامتحان جاب لك العكس جاب لك الشارت وعايز منك الشرح ده الريبورت تقرير فهو هنا مثلا بيقول لك زمين كوز هنا طبعا اسم الشارت بار شارت هنا come in the third position اتع في المقام الثالث او في التصنيف الثالث او رقم الثلاثة on the chart وكلوزلي فولود باي رابرز المستخدم هنا بيقول لك معلومة خفيفة لطيفة بيقول لك احنا عشان نتكلم على الحركة لتغير او الحركة سواء نماء او تقليص اقل اي حاجة لما تزيد او تنقص بيقول لك ممكن استخدم الفيرب الفعلي يعني او استخدم النون اللي هو الاسم عادي طبعا معروفة يعني فانا استخدم الفيرب فول واستخدم هنا النون افول ادي الكلام الجامد وبرضو الله يبارك له يعني اللي عمل السلايدز دي موضح الان طبعا كده باين جدا ان هو زيادة يبقى انه بتكلم على البرز او التشارت الجزء اللي بتكلم على الزيادة وهنا طبعا واضح جدا نقصة وهنا السبات وكل واحدة اللي هفعلها ولي هاسماء تمام يبقى الجزء الاخير دي يعني لا هي طالع ولا نازل ولا متساوي او ثابت لا هنا بتكلم على النقطة معينة يعني عايز اقول مثلا في السنة كذا حصل كذا كان في ثبات يعني مش مش حدا مضطرد يعني لا هي زيادة على دول ولا هي نقصة على دول لا تكلم على النقطة معينة تمام بصوا على فعال كده ما شاء الله روز ارتفع في الماضي طبعا انكريزد وانت أب كلايمت تو يعني كلايمت يتسلق بومت برضو الفوق والنون طبعا بدل ما رايز روز ارائز والنازل بقا فاليوغا طبعا ديكلاين ديكريز تبت تبت وينداون سلابت ريديوز وهنا النون فول ديكريز فيه شبه طبعا بين النون والاسم بين الفيرب والنون ودروب وسلاب وادراماتيك فول وريداكشن تمام يعني تتذكر دي مش مهم معنى كل كلمة المهم انت تعرف الباقة دي كلها ارتفاع والباقة دي كلها انخفاض حتقولي طبعا عز عرف معنى الكلمات والله مش لازم يعني انت تعرف ان روز حرة ترتفع وينكريز وينت أب كلايم معروفة يتسلق يعني اكيد لفوق يعني وبوم وخلي بالك الافعال دي اصلا جديمة فل يسقط اصلا ودكلاين يقل ودكريز ينزل معروفة يعني ودبت ودروب يسقط وينت داون داون وصلبت يوكا على بوزو وريديوث تفهم فكل الافعال دي مستخدمها مجازيا وليس حرفيا للتقليل وهنا لالالتفاع حينا حينا بقى ليفل المستوى out don't change ما تغيرش remind stable كما هو remain steady كما هو دا بتكلم طبعا على نفس لو ضلع على النظر state consonant maintaining the same level leveling out no change حينا حينا بقى زي ما قلنا تكلم على نقطة معينة يعني مثلا بيقولك we use this phrase to focus on a particular point before we mention the movement يعني بتكلم عن نقطة معينة مثلا اقول في بداية عام كذا حصل كذا طبعا دي لا زيادة ولا نقصان ولا ثبات حقول على حاجة معينة في تغير حصل يعني تمام هنا بيعلمك ازاي كما قلنا الجزء اللي فات هذا كنا اقول لو عايز يصف نقطة معينة مش الرسمة كلها مرتفعة والمخافض عايز يذكر شيء معينة زيادة قليلة حصلت في مساء اضربك مثاله في زيادة بسيطة معناها قليلة بسيطة في أرقام التعليم البحري يعني يعني دخول البنات للتعليم البحري يعني استهلاك الاستهلاك الوقت نزل بسرعة تمام تاني هو هنا كتب لك سلايد وهنا كتب لك رابد سلايد ده adjective صفة قبل الانكريز قبل الاسم وهنا رابد ظرف او حال بعد الفعم طب عنده كلام جديم تعداده وسانو او هنا باجا بيركز على جزء التغيير اللي حصل التغيير اللي حصل فالنقطة اللي انت هتركز عليها انت هتكلم على نقطة معينة في التشارت في الرسمة عاز تقول ان النقطة دي عاز تحكي عليها مطلوبة منك في تقرير عاز تقول ان كان في تغيير رهيب في سنة 24 لما الرئيس ما سك كذا لما البص بتاعنا ما سك لما المدير ما سك كذا التغييرات دي بصوا كده رسمة برضو رسمة جميلة من اعلى لاسفل التغيير كان كان يعني فضيع ولا كان كبير ولا كبير كبير ولا من اعلى لادنى ده يعني يعني انقلبا كلابا يعني يعني التغيير كان مهول وتحته تشارب وتحته هيوج وتحته نرمس دي الصفات و دي الأحوال دي اللي بتتحط قبل الاسم و دي اللي بتتحط بعد الفعل دي أعلى حال و دي أدنى حال طيب زي ما ذكرنا هنا درجة التغيير هولا الدراميتيكلي ولا شارب ولا كلام ده هنا بقى سرعة التغيير هل هي سريعة جدا ولا كويك ولا سويفت ولا سادين ولا سيدي ولا جراج ولا سلو برضو نفس الكلام مش مهم تتعرف كل معنى كلمة لكن تعرف ان رابد و كويك دي عالية و سويفت و سويدن دي في النص و ستيدي أجل شوية بجراج والأجل و سلو طبعا الشهر واحدة في القلة و الأقل سلو مش مهم تتعرف المعنى الحرفي لكن تعرف انها في العالي أو جوي يعني ولا في الأدنى و دي هنا و دي نموذره يعني أوه نموذر زي كده ممكن يجي في الامتحام بقول لك ستادي ذا تشارت ذا تشارت دا الرسمة دي تشارت بلو تو كمبليت لاناليسيز يوزن ورز عشان تكمل الريبورت دا أو التحليل دا تمام فروم دا بوكس تمام كلام زي الفل هذا دي 1600 suddenly slumped نزل نزول مفادئ rapid raise السرعة رابد قلنا سريع طلع على فوق جوي 200 peak على القمة أو كده يعني فوق 2020 gradual grown تدريجي تصاعد تدريجي حده كده محترمه slightly fail نزل حتى قليلة 1200 steadily increase ازداد بسبات يعني وبلاتويد عبعا ايه يعني هنقول تغير بلكن بشكل ملحوظ لكن ثبت في هذا التغيير لان البلاتويد دي معناها يعني ارتفع بس الارتفاع بتاعه ثابت الى فترة معينة تمام نقرأ بقى نقرأ بقى بيقولك أبوف بار في الشارت يقارن الطاقة بتاع الريح في فور كنترز في الهند والدينمارك والألمانيا والولايات المتحدة من سنة 1990 لسنة 2020 بيقولك الولايات المتحدة كانت يعني قايدة في الولايات المتحدة مع نقرأ نقرأ ميجاوات ولايات المتحدة فين هم هاي دي ولايات المتحدة الأصفر ده بتنتج كام شوف كده هادي الرقم هو جميع واضحة طبعا الف ايه الف ومتين اهو بتكلم الاقدم هو الف ومتين اهي over the time مع كده كل ما نقرأ على الزمن يعني ده الاقدم زمن over the time the countries except the you say showed nougat in their wind power generation شوف دي بيقول لك على مرور الوقت الابلاد الأخرى يعني جيرماني وانديا ودينو مرد ما لهم over the time كلهم اظهر ايه هم considerable gross considerable gross يعني زيادة تلاحظ طبعا انت اهو 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 يعني زيادة شغالين يزيد وفعلا with wind generation جيرماني دخل على المانيا فين المانيا اهو لون الرمادي ده اهي 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 تمام يبقى الزيادة بتاعتها اهي شوف كانت كالديكي هنا المانيا زادت اهي زادت اهي اهزادت اهي يبقى هنا اهي زيادة اهي ثابتة زادت بسرعة اهي زيادة اهي زيادة اهي ثابتة كل ما لها بتزيب عندي انديا ويتش ويتنس نوغات اوبر فور ديكاة انديا بقى في الهند ايه 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 بقى عندي ايه رابد ريس يعني يعني بيزيد بسرعة شوف كده المانيا من الهند شوف الهند زي زادت بسرعة اهو بوس بقى انديا ويتش يجنفل بعض نوغات ميجاوات تمام ربعمية ميجاوات هنا 200 اهي او ما كده بعضهما 200 اوه زين دينامارك برودكشن بدأ ايه عدد دينامارك بدأ ايه يعني لاحظ موس لتريشي دينامارك بيك فاليو وصلت 1600 اوه بيك معنى اعلى هنا إن في 2020 اوه وصلت لها هنا دينامارك وصلت من من 2010 وصلت موسيقى 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 من 2000 إلى 2010 وصلت موسيقى وصلت ايه ثبت زي ما قلنا موسيقى 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 نفس الكلام هنا انترنت يوزرز as برسنتجز of population يعني المستخدمين بتعطي الانترنت طبعا هنا line chart الخطي واجب لك كلمات وعازة تخدمها في الاناليسس ثم موسيقى remained constant ثابت suddenly slumbed نزل lower اقل 2003 roughly one third الثالث 5% reached its peak وصل للقمة increase rapidly ازداد بسرعة 2007 steadily grows يصعد 2005 2005 ارتفع بشكل بسيط 50% حسنا نقول هنا The Line Graph الذي ترى هذا الشكل compare the proportion بارس او الاجزاء بتاعت الانترنت users المستخدمين بتاعت الانترنت في ايه في خمس دول او امم يعني من من 1990 ل 2007 فنقول بقى The percentage of population in each of the five countries that used the internet to develop was time في سنة 1937 مالهم Of America were using the internet طبعا ايه Roughly one third Roughly one third تحسوا ان تلتهم يعني يدوب بالكاد كمان يعني يعني Roughly one third We're using the internet Where as the figure of Canada وبيتكلم على الامريكان طبعا ايه ايه كمان Approximately 15% 10% 10% 10% 10% المستخدمة المستخدمة طبعا ايه اهه شايفين ايه اهه كانت بتعمل ايه Increase rapid ايه شغالة تزيد بسرعة ايه During the course of five years After the first two years The percent ايه تقريبا ايه 2003 ايه 2003 وعزين ايه كندا ايه and ايه Steadly gross ايه نح شغالة تزيد ايه لحد الفينو ايه سابع It is practically طبعا ايه ريتشت ايه وصلت ليه لاقصة حالا On the other hand the percentage user in India ما لهم slightly rose في اندية ايه الاندية او شغالة تلمو بس slightly بعد كده زادت من 40% كم في 2007 زادت هنا او مش صعبة لو انا ذكرت التعبيرات دي سيقدر احل بسهولة بناء على القراءة دي ها شايف الحالات بتصعد بتثبت بتصعد بتصعد وهكذا الصعود هنا قليل ضعيف وهكذا على حسب التعبيرات الموجودة التعبيرات الموجودة الموجودة